السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة البساطة مع عالم كريمان يوم ان شاء الله سوف نحضر معكم فطائر مالحة اقتصادية بنقهة طاكوس يمكنكم تحضرها في الفرن او كذلك تحضرها في المقلات فعلا كتجي رائعة لا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا لايك الفيديو وكذلك لا تنسوا لايك الفيديو وكذلك لا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد انتقلوا الفيديو باش نتعرفوا على المقادر وكذلك طريقة تحضر فرجة ممتعة نحتاج هناك مكونات 500 قرم ديال الطاحين مايو وعادية 35 كسن ديال العنبا ملعقة صغيرة ديال الملح ملعقة كبيرة ديال زيت المائدة وعند هناك الماء دافي لجمع العجين طبعا العجينة ديالنا بدون دلك وكذلك بدون عجن سنضيف الماء تنحصل على واحد العجينة اللي تكون طبعا ما تكونش قصها كذلك ما تكون شرط باب الزر يعني عجينة ديال بحل العجينة ديال المسمن عادية بعد ما جمعت العجينة ديالي راكم تشوفوا القوام ديالها نحاول انني ندلكها هنا غير قليلا فقط ونضحها في البلاستيك الغدائي ونخليها ترتاح على ما نوجد الحشوة ونرجع معاكم بالنسبة للحشوة عندي هنا مقلة اللي وضعت فيها القليل من الزيت وعندي كذلك زوج بصالات كبار بالنسبة للحشوة كي يبقى لكم الاختيار يعني أي حشوة كتفضلوها انتوما ونضيف القليل من الملح ونخلي هاد البصلة ديالي تشحر مزيان من بعد ما تشحرت البصلة كي ما كتلاحظوا ونضيف هنا يلادان اللي قطعته طبعا مكعابات صغار ونضيف القليل من الكركم او الخرقوم وكذلك القليل من السكين جبير وقليل من البزار وضفت هنا ملعقة من البابريكا او التحميرا والقليل من التوم بودرة ونخلط هاد المكوينة جيدا ونضيف هنا يلقل من الضراء او المايز ونحاول انني نمزج هاد العناصر جيدا ونضيف هنا يحق ديال الياغورت وغلي نحرك مزيان حتى يتنشف لي هاد الحشوة مزيان ما يبقاش في هاد السوائل كما تلاحظوا الحشوة تنشف ونضيف النار ونخليها تبرد من بعد ما ارتحت لي العجينة هنا كما تلاحظوا ونحاول انني نقسمها كويرات طبعا بالنسبة الكويرات على حسب الحجم ديال المقلة انا عندي المقلة هنا يمتوسطة كويرات يمتوسطين بالنسبة لهذا المقدر ديال العجينة اللي استعملت انا خرجت منها يعني تلتاش ديال الكويرات كما تلاحظوا ونحاول انني ندهلهم بالقالي من الزيت ونغطيهم كذلك ونخليهم يرتاحوا ونخليهم يرتاحوا وخليتهم انا مدة ديال الخمسة ديال الدقايق فقط ونخذ هنا وارق الزبدة اللي حاولت انني نقطعه على الايطار ديال المقلة ديالي وكذلك ندهل القليل من الزيت ونسرح الكويرات ديال العجينة ونحاول كذلك انني نسرح تكون رقيقة ونسرحها جيدا كما تلاحظوا في الصورة حاول نسرحها على العبار ديال ديال الورق الزبدة اللي قطعت ونخلي العجينة ديالنا ترتاح باش تعطينا الطوع وعندي هنا يا مقلة أنا اللي ذهنتها طبعا بالزبدة ومنحن نستعمل المقلة تكون غير لا سيقة ونضي العجينة ديال تحت وكذلك كما تلاحظوا الورق يكون الفوق العجينة كتكون من هالمقلة كما كنت لاحظوا أن العجينة تبدأ باستخدام كما كنت لاحظوا أن العجينة تقوم بإضافة 1-4 ثواني فقط ونحيدها كما تلاحظوا يعني كي تجيب حل الورقة ديال البسطيلة كنت شوفوا الشكل ديالها ونعود معاكم واحدة اخرى كما تلاحظوا معنا طريقة سهلة ومبسطة بدون اي تعقيدات حاول ان نسرحها كذلك تكون رقيقة نلاحظوا ان العجينة كما تنشف قلبوا هالجهة الاخرى ونحلي هون 3-4 ثواني فقط نضيف حشوة بردت ونستعملت هنا لصوص الجيريا وكذلك فرماج محكوك فرماج حمر ونضيف 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 كميت الكميات كاملة نضيف أصفر بيضاء يمكنكم أن تضعهم في المقلة أو في الفران يجب أن يكون أحسن و يكون قرمشين و يكون صحيين و نضيف الفران و يكون قبل و يكونوا شكلهم و يكونوا رائعين و يكونوا قرمشين و نقطع معكم و يكونوا شكلهم من داخل و يكونوا شكلهم من داخل و نقطع و يكونوا شكلهم من الملعين و يكونوا شكلهم من الملعين و إن شاء الله و يسألوا الفيديو و يكونوا أخر و أن يكونوا شكلهم من الوقت